إذا حصل هذا الاتفاق وكان محترماً من الجهتين من الجهة الإسرائيلية كما من الجهة اللبنانية لا يحتاج لبنان إلى عشرة ألاف مقاتل أو جندي على الحدود يحتاج ربما إلى بضع مئات من الجنود لأن العبرة هي في احترام القوانين وفي احترام الاتفاقات الدولية واحترام منطوق القرار 1701 المشكلة كانت أن هناك خروقات جوية كثيرة من قبل الإسرائيليين لكن كان هناك خرق هائل ومخيف من قبل حزب الله مبنياً وكان هذا الخرق يبنى على السلاح غير الشرعي الذي أدخله حزب الله إلى هذه المنطقة وإلى كل أرجاء لبنان نحن علينا أن لا ننسى بأن صحب السلاح من خلف الليطانيين لا يعني بأن السلاح قد اختفى السلاح سوف يكون في بقية أرجاء لبنان قلت في بداية المداخلة سيد علي بأن حتى الجانب الإسرائيلي قد يكون قام ببعض التنازلات هل تشملها مسألة تسليح حزب الله لأنه في البداية كان الحديث ربما عن تجريد الحزب من سلاحه وإن تحدثنا عن تطبيق القرار 1559 يعني حزب الله سيكون له مهام سياسية فحسب وبالتالي هل قدمت إسرائيل تنازلات في هذا الشأن يعني تبقي على ترسلة الحزب الحالية مع مراقبة أي تسليح جديد يمر عبر الحدود الآن علينا أن نذكر الأمر المهم هذه اللجنة لجنة المراقبة الخماسية برئاسة الأمريكيين ماذا تعني؟ تعني بأن منطقة الجنوب بأسره وضعت تحت رقابة الأمريكيين الذين يعتبرهم حزب الله بأنهم هم الشيطان الأكبر وهم الذين يزودون إسرائيل بالسلاح ويغطون الحرب الإسرائيلية يعني قبل حزب الله بذلك أضف إلى ذلك بأنه في الاتفاق حسب المعلومات التي وصلتنا من المسؤولين اللبنانيين الكبار بأنه هناك حديث عن ضبط الحدود منع إدخال السلاح غير الشرعي من المطار ومن المرافق ومن الحدود اللبنانية السورية ما معنى ذلك؟ ضمنا معنى ممنوع إعادة تسليح حزب الله ممنوع إدخال سلاح حزب الله ماذا يعني ذلك في المعطأ النهائي؟ معنى ذلك أن سلاح حزب الله لم يعد شرعيا ولم تعد لديه أي وظيفة لا في الجنوب ولا في أي مكان آخر